نعا ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان رئيس الدولة وقد أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان رحمه الله مدة 40 يوما اعتبارا من اليوم وتعطيل العمل في حكومة رأس الخيمة والقطاع الخاص لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد السبت على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل